ما نصيحتكم لمن يقول يكفي أن أقول لا إله إلا الله ولا يضر أن أترك الصلاة أو الزكاة أو الوقوع في الربا والزنا والكذب والغش فإن الله غفور رحيم هذا كذاب هذا كذاب ماهب لا إله إلا الله لفظ باللسان فقط لفظ باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون يعلمون معناها ويعملون به فليست لا إله إلا الله مجرد له لا إله إلا الله يقولها المنافق وهو في الدرك الأسفل من الناق المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن لما لم يعتقدوها في قلوبهم صاروا في الدرك الأسفل من النار فليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط